موسيقى السلام عليكم ورحمة الله صحيح أن في شهر رمضان تصفد مرضة الشياطين لكن مرضة بني آدم لا تصفد ونحن نكابد شرورهم في كل رمضان والله المستحان ومن أعظم البلايا التي أصابت أمتنا في دينها هذه الملهيات المرئية من مسلسلات وبرامج غنائية وغيرها التي تعد من أفتك أساليب صرف الناس عن الطاعة فكأن بعض البشر لما رأوا تصفيد مرضة الشياطين عن الناس اطلعهم بمهامهم حتى يفك تصفيدهم عياذا بالله وما زاد البلاء علينا هي هذه الهواتف التي بين أيدينا والتي لا نعدم منها في كل يوم بمنظر خليع أو مشهد وضيع ولو بغير إرادتنا وصدقوني أيها الإخوان الفضلاء إنها تترك أثرا في قلوبنا من حيث ندري أو لا ندري إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا كيف تعرض الفتن على القلوب بأسلوب بلاغي بديع وعودة إلى موضوعنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عظيم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا والحصير المنسوج من سعف النخيل لو أخذته وهو منسوج من تلك الأعواد المتماسكة وأردت أن تمزقه أو تقطعه ما استطعت كذلك قلب المؤمن إذا جاءته الفتن عظيمة مجتمعة لفظها ولم يتقبلها لكنها لا تأتيه كذلك بل تعرض عليه عودا عودا أي واحدة تلو الأخرى ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة ضيضاء فكل فتنة كل منظر خليع كل مشهد لا يخضع لضوابط وأخلاق الإسلام يعرض على القلب يترك أثرا بحسب ردة فعل قلبك معها فإن قبلتها وتساهلت معها نكتت في قلبك نكتة سوداء وإن أنكرها قلبك وعملت على تغييرها بيدك أو بمسانك أو بقلبك نكتت فيه نكتة ضيضاء أي ترك هذا الإنكار أثرا في قلبك ولتزال هكذا تتقبل ما تتلقى من الفتن أو تلفظها وترفضها وتنكرها حتى تصير على قلبين كما قال صلى الله عليه وسلم على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والصفا هو حجر المرمر الأملس الذي هو في غاية البياض والصفا فشباهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر من شدته على عقده على الإيمان وصلابته وسلامته من الخلل وعظم تأثير والتصاق الفتن به لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض لأن الله جعل له بصيرة يرى فيها بنور الله فلا يختلط عليه الحق والباطل والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أي أسود من أثر تكرر استجابته لتلك الفتن مربادا كالكوز مجخيا والربدة لون بين السواد والغبرة وهو لون الرماد أي صار القلب أسود كالرماد من كثرة ما احترق من الفتن المعروضة عليه والكوز هو الإناء الذي يوضع فيه اللبن أو الماء وغيره وقوله مجخيا أي صارت على القلب طبقة من السواد لا يصل إليه نور الله تماما كالإناء الذي يطبخ فيه الحليب ثم لا يغسل ثم يطبخ فيه مرة أخرى وهكذا تنشأ فيه طبقة من بقايا الاستخدام في كل مرة يعصر إزالتها فكذلك القلب حين يعلوه السواد قال صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قد طبست الفتن التي أشربها وتقبلها بصيرته فلم يعد يفرق بين المعروف والمنكر والخير والشر والحق والباطن إلا ما أشرب هواه أي إلا ما يتبع فيه هواه وهذا يتبعه ويجعله ينكر المعروف ويتقبل المنكر قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضى الله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا وكم نرى اليوم من يعمل هواه حتى في الدين فيرد منه ما لا يوافق هواه الضال ويقبل منه ما يوافقه قد جعل من نفسه مرجعا ومن ذاته مركز يتمحور عليها وكل هذا من عمل قلب عياذا بالله وما هو إلا الغرق في هذه الفتن التي تحيط بنا وتلاحقنا في أدق تفاصيل حياتنا نسأل الله لنا ولكم السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة